كلما يتحدث عبد المجيد تبون إلا ويأتي بالموبقات والخطايا والأخطاء وكلما خطب وخرج عن النص إلا ووقع في ما لا يحمد عقبه ودائما أنني عندما أسمع أن عبد المجيد تبون سيفتتح كذا نشاط كذا أو يلقي كلمة أو شيء من هذا القبيل إلا وأنتظر تخبطات هذا الرجل لأن مشكلة عبد المجيد تبون إما أنه عايش في وهم أو أنه مستمر في الكذب أو أنه مغفل ويجهل حقيقة الواقع هذه الحقيقة لأن الكلام اللي يقولوا تبون في واد والواقع في واد آخر هذه الحقيقة هناك انفصام كبير بين الواقع والمواقع بين الأقوال والأفعال بين ما يعيشه المواطن الجزائري في حياته اليومية وبين الدولة التي يحكي عنها عبد المجيد تبون التي ربما في كوكب آخر كوكب جديد تم اكتشافه وبنيت فيه دولة اسمها الجزائرة هناك ويحكي عليها عبد المجيد تبون يجي من ثم يحكي عليها ويعود يرجع ثم هذه هي الحقيقة في كلمته الأخيرة اللي القاها في الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية عاد إلى نفس الأسطوالة نذكر قبل دار حوار تلفزيوني قال بأن المنظومة الصحية الجزائرية هي لاجانس هذه أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن ندام منظومة الصحية نتعنى أحسن منظومة في المغرب العربي وفي أفريقي حب من حب وكره من كره حب من حب وكره من كره هذا هو قال بأن المنظومة الصحية الأفضل وتعرض إلى انتقاد لذا الجزائريون عبر شبكات التواصل اجتماعوا جابولوا صور وفضائح من المستشفيات دخلوا المستشفيات صوروهم يعني واقع بائس وتعليقات الجزائريين حتى اللي أصلا لهم معارضين لوانوا يقولوا لا ما هيش العفضل والناس اللي خرجوا وسافروا حتى في القرى الإفريقية راحوا لتونس اللي هي جارتهم وشافوا المنظومة الصحية في تونس الأفضل معناها التوانسة أيام زمان يا الناس الأثرياء لأمورهم تمام يرسلوا أولادهم يدرسوا في الثانويات الجزائرية وأكثريتهم كانوا يدرسوا في تبسة في ثانوية مالك بالنبي وأنا شخصين درسوا معايا توانسة في هذه الثانوية ثانوية مالك بالنبي باش يتحصلوا على شهادة البكالوريا اللي باش يقدروا لأن صورة المنظومة الطربوية وقيمة شهادة البكالوريا الجزائرية لديها يعني حاجة كبيرة بل أنه يعالجه في الجزائر وبعد ذلك انقلبت الأمور صار الجزائر الثري والميسور حال هو اللي يروح يعالج في تونس هذا هو الواقع اللي وصلنا له ليس هذا احتقاراً لتونس ولكن هذا الواقع كانت تونس ومنظومة الصحية سيئة منظومة التعليمية سيئة انقلبت الآن ولت منظومة التعليمية أفضل منظومة التعليمية الجزائرية والمنظومة الصحية أفضل من الجزائر وعيضاً حتى المغرب المنظومة الصحية المغربية أفضل من الجزائر ويروحوا أنا دخلت زورة المغرب وروحت المستشفى وشافت الأمور كيفاش واقع الصحة في المغرب ولكن الجزائر رأني خليتها في وضع والآن وضع بائس والآن أبأس بكثير وانا ما جبت من عندي تلفزيون الجزائري بنفسه عمل تقرير كارثي عن الوضع الصحي رأة عاجلة لإنقاذ الأمهات والموليد الجدد القادمين من 17 ولاية من شرق البلاد ابتسام جاوي ثلاث نساء إلى أربع على سرير واحد وأربعة موليد جدد في السرير الواحد هي حالة مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي بقسنطينة وضعية كارثية بكل المقاييس تعانيها المصلحة التي تستقبل أكثر من مئة امرأة يومياً من كل ولاية شرق البلاد منعيني مليلة يزوش في سرير والدم والخماش منتلغمة اللي قرار هذا ما هي جبتوش أنا هذا جابوا التلفزيون الجزائر المهم عبد المجيد تبون قلنا لعلهش اخذ عبرة ارعى شافوا شاف الانتقادات وكذا كذا قلنا يخفف شوي يقول على الأقل كانت عندنا منظومة صحية هي الأفضل إفريقياً والآن منظومتنا الصحية رهي الدهورة راني نتكلم على النظام الصحي اللي هو ما زالك على ما كان عليه من ناحية الطب المجاني وكذا وكذا ومساعدات ومصاريف لتصرفها الدولة وتقدمها إلى هذه الصحة ولكن مشكلتنا أنه هناك أمراض المنظومة الصحية مريضة بالمحسوبية والتبذير وكذا وكذا وكثير من الأمور لكنه عاد ورجع وردد نفس الكلام خلينا نسمع وش قال عبد المجيد تبقى وقولها والرأس مرفوع أن قطاع صحاً تانا اليوم المنظومة الصحية للجزائر من أحسن منظومة الصحية في إفريقيا هذا كقال في الأول قال الحب من حب وكره من كره والآن قالها بأسلوب آخر راكم استمعتوا إلي